خليني نروح بس الأول لمباراة بكرة أنها مباراة مهمة جداً هبدأ مع مصطفى مطش الحرس أو أي مطش بعد انهاء دور الأبطال يا أحمد بأنه كذا موسم بيبقى مطب أو كمين أو يعني ما بتعرفش ليه رغم النجاح الأهلي فيقول دايماً أنه يخد لقاءات أصعب على مستوى بطولة أفريقيا أوقات كتير جداً بيبقى جاي راجع الدوري وهو بطل أفريقيا لكن دايماً المباراة الأولى بيبقى لها حسابات خاصة شايف مطش الحرس إزاي رغم الفوارق الكبيرة جداً بين الفرقتين طبعاً أنت زي ما تبتقول يا أحمد نشوة الانتصارات بعد البطولات أو بعد الأهلي بيحقق بطولة معينا أو أي نادي لكن أنا مع مستر كولر براهن أنه هو دايماً بيفصل وكلامت معك بلكتابة المباراة دا أنه بيفصل كل مباراة عن بعضها فمباراة الحرس هيخدها طبعاً حتى لو النادي الأهلي لا أنه من ضمن المباراة اللي هو لازم يحسم الدوري حتى لو الفرق كبير بين نادي الحرس طبعاً ونادي الأهلي في الترتيب الدوري لكن أعتقد أن نادي حرس الحدود هيقدم مباراة لأنه ما عندهش حاجة يخسرها هيقدم مباراة تيكتيكياً ودفاعياً كبيرة جداً أمام طبعاً بطل أفريقيا وأعتقد أنه هو بعد تغيير الجاز الفني بكتابة ميكي بعد رحيل كابتن أحمد أيوب طبعاً بدأ يلعبه خمسة في الخط الخلفي وده أعتقد أثر معهم جداً بدأوا يحققوا انتصارات من بعد رحيل كابتن أحمد أيوب فبدأ الفريق الحرس بقى دفاعياً متماسك أكتر وده طبعاً يجعل نادي الأهلي هيعاني شوية وطول عمره متماسك دفاعياً وطول عمره بجده قدام الأهلي فريق الفرق المتماسك دفاعياً جده ويبقى ساعات أحياناً حظه حلو يعني أنه مع نادي الأهلي لكن أعتقد نادي الأهلي مع مستر كولر مختلف نادي الأهلي هيقدم مباراة كبيرة نادي الأهلي هينزل بناشوة مختلفة خالص والدوافة دائماً مستر كولر بيخلقها مع سواء تغيير بعض اللعيبة وأعتقد أنه هو هيدي فرصة لبعض اللعيبة هنشوفها في موجودة في برات الحرس غدا